ما يعادل مئة مليون سنتيم في الهكتار الواحد خسائر يتكبدها الفلاح سنوياً في زراعة البطاطا التي تتطلب مجهوداً بدنياً وأموالاً كبيرة للاستثمار في هذا المجال إلا أنه لا يتمكن من تعويض هذه الخسارة لعدة أسباب يقدمها ستة شهر وتشب عليها والشطيها عليها والمصاريف الكبيرة الهكتار حوالي 100 مليون كما نحن كان يسقم لهم حتى 100 مليون بلا كما يقولون شعب شحر بطاطا كما يحضروا إحنا مثل عندنا شدي حوش تجيب حوش يعني قادرة في النهار رسمها لك كامل يروح بها الإنسان يوجد واحد هكتار بطاطا يعني يبدل مجهود كبير يعني سقمنا حوالي 80 مليون أو 85 مليون للهكتار سنتيم يعني خدمة بطاطا مش حاجة سهلة هذا الوضع دفع بالعديد من الفلاحين إلى إعادة النظر في حساباتهم والتقليل في حجم إنتاجهم كاي اللي بقى تركتوره وبقى عود راح أوله كاي اللي بقى داره وكاي اللي بقى عرضه وكاي اللي واحد كيفا بالنسبة للخسائل المكبتة اللي طح فيها الفلاحة ثلاث أعوام بطاطة بعواب 200 فلاحة العملي فات وتنقام بطاطة له تنقام والخدام مكاش خدام قليل رغم التطمينات التي ظلت تقدم بشأن التكفل بمشكل البطاطة من قبل الحكومات المتعاقبة إلا أن الميدان يثبت أن الحلول التي اقترحتها الجهات المعنية أكثر من مرة بعيدة كل البعض عن واقع الفلاحة الذي يجد نفسه بين مطرقة عجز الوصاية وسندان بارونات المضاربة